لو اول مرة بتشوفيني انا هدير بعمل افكار هندماد وقاعد التدوير بطرق مختلفة وجديدة تخليجي تعملي ديكور بيتك بنفسك وكمان بقل تكلفة في ريال النهاردة هنعمل مع بعض كتعة الديكور الامر التريندي جدا كل فيديوهات البلوجر الاجانب تعالوا لما نروح نشوف مع بعض انا عملتها ازاي زي ما انتو شايفين هنجيب اي علبة مستطيلة موجودة عندنا وهنجيب عيدان الشاشة ووك نقدر نستخدم اي سمك انا استخدمت سمك التلاتاشر ملي تستقدر تستخدمي التلاتة او الخمسة ملي عادي جدا قبل ما نستخدم عجينة الجبس والمية في العلبة لازم نكون بندهانها باي زي الطعام زي ما شفته بالشكل ده وبعد كده هنصب عجينة الجبس والمية ونغرس فيها العيدان ونسيبها تنشف هنعمل الخطوة بتاعة الفروع بتاعتنا هنجيب اي كرتون مكوه هنرسم عليه الفروع بشكل عشوائي وبعد كده هنفرغها ونجيب حفل الخيش الرفيع خالص ونبدأ نلفه بالشكل اللي انتو شايفينه الطريقة سهلة وبسيطة ما فيوش اي حاجة خالص هعمل الكتاعتين وبعد كده هنجيب حبل الخيش التلاتة ملي وهنبدأ نسبته في النص بالشكل اللي انتو شايفينه ده عشان نحدد الفرع بتاعنا وبكده الكتاعتين كانوا جاهزين معي وكمان كتاعت الجبس كانت نشفت بالشكل اللي انتو شايفين وده وخرجت معي بكل سهولة بسبب ان انا سبتها وقت كفي عشان تنشف وكمان بسبب خطوة دهن الزيت قبل صد الجبس في القالب بتاعنا غلفتها بالستيكر الخشبي زي ما شفته بالشكل ده وبعد كده سبت العدام باستخدام الشامع بالشكل اللي انتو شايفينه لا تنسيش تكتبيلي رأيك ولو اول مرة بتشوفيني تعملي متابعة شكرا